الخير على كل مشاهدين وكل متابعين يعني مش هننسى دور يعني معانا لقاء مع شاب من زاو الهمم شاب محترم وطيب ومصقف وطبعا هو ليه طلب طلب بسيط وأتمنى الطلب ده يعني يتلب ليه ويكون رجال الأعمال قد المسؤول أوعيده مجلس نواب أين كان أي حد مؤتدر يلبيه له طلبه وهو مش عايز اللي هو طلب بس معانا طبعا محمد عبد الباقي هذا الشاب الجميل من مدينة السيمبلوين واللي طلب عايز يقوله لبعض أصحاب القلوب الرحيمة وجابريل الخواطر تفضل يا محمد علي صوته تمام عايز كرسي محمد ده في سنة كام 3 سنة وعام أنا عرفت إن ماما بتتعب جدا عشان مش عارفة توديك فين وتجيبك فين حيالي الكلام ده آه والكرسي اللي معاك ده إيه نوعه إيه؟ ده أولا بس كهرباء عالي بس عادش مستحل عايز عايز ده وقتا من كزا سنة عايز بسنة نعادش مستحل عايز واحد جديد بس تمام زي ما انتم شايفين محمد ربنا يدلو الصحة يا جماعة تعايز كرسي ايه بالكهرباء؟ اسمه إيه نوع الكرسي ده؟ هم معرفين وعايز كرسي يا جماعة عشان يستحمله الكرسي ده ما عادش بيستحمله وعايز كرسي يعني من آه كرسي يكون حديث يقدر يعني ينتقل بيه من مكان لمكان لأن والدته بتعاني يعني بتعاني ان هي طبعا بيبقى بصعوبة ان هي تشيل محمد والدته ستة كبيرة ومحمد طبعا والده متوفي ويعني الظروفين الحمد لله ربنا يدلو الصحة محمد يعني انت عايز كرسي بس عايز ايه تاني؟ محمد انت يعني شاب جميل ومحترم وان شاء الله هيتلبي لك يعني طلبك وربنا يقدم اللي فيه الخير وان شاء الله يكون حد يعني من رجال اعمال او حد مسلم مؤمن يعني قلبه قلبه مليء بالايمان ويقدر الظروف ويجيب لك كرسي كرسي حديث لزاو الهما شكرا يا محمد شكرا يا حبيب شكرا يا حبيب شكرا يا حبيب